زول تلقاو ياخلافي في الوطن وشيل في التراب وكوب في راسه ولابسر أخدر مرقع ياللابي أتلقان إنت بترقع زائم اتخلاله ما انت الشريط ومرقع ولافي بكراع واحده والله الذي لا إلى غيره شايل لحاجة زي جنزير الموتر كر 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 شغال الله قال لك اذكرني كذي سار الليل للقرد قرش قال لك قرمش قرد منوتا ما تاكل باسده وتجرب لبنيته يا أيها الرسل كله من شنو من الطيبات قال لك قرمش قرد منو فيها يا فيها قرد كذيب لا فيها قرد سار الليل للقرد قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عند حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحركتش دا دي نزي ولا كهربة تلعب علينا نحن دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجل ماهو البانبي دا دي نزي ولا ملجا تلعب علينا نحن والله الذي لا إلى غيره دا صايد زاتا ما بعرف لنبينا هو ولا شنو زيارة كو ولا شنو ما بعرف واملانا محبة ورشنا رش والله دي قصيدة قال ااملانا محبة ورشنا رش عند السكرات ما نتكرمش متكا نتكرمشت ولا ما تكرمشت اتفنا دار تموت حسن خاتمة ولا دار حاجة كل يماء لخبة باسم دين الله تعالى والله الزرية علم الغيب تنادي والشيخ من دون الله سبحانه وتعالى قباب تبنى ياخر رسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله نهى يعني حلال ولا حرام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه ما بجوز لا تبني فوق له ولا مدماك ولا تعمل له جص الزين اللي اسمنت ذاك ما تعمل ولا تقعد فوق القبر تتنادي تبني له ولا فبا قبنا وهوك قال تعالى في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق البيت العتيق في السودان في مصر فيه في الوردم فيه في فلسطين فيه البيت العتيق ده في محل واحد المقصود في الآية دي فيه مكة ولا في المدينة ذاته في مكة تطوف بالبيت العتيق هناك سودان ده ما فتواف لك عندك وجع قرعين لفت بالفريق سائع عشان قرعين يعني ما عبادة نمع عليك دي رطوبة ولا حاجة تانية اخذ لك جكة ولا بشم ولا شوف موضوعك لكن تلعب باسم الدين يا أخي أتري بيصفوها يا أخي سكر ده يا أخي انكترت منه بزوي لك مشكلة يقول لك ده عنده مشكلة جاو سكري بصف سكر كتير ويصفت سكر كتير بيها ذاك تصف تراب ناس يصفوا في التراب والحس فيه قال فيه بركة بركة ولا كابتمايت بتلعب علينا بركة وإنه فيه بركة ذا يا ناس كلها لخبة يا أخي محايات والصوبية دي المحايات يقرطع في محايا في الدين الرسول سوى محايا تسلك له تكتب فيه وتحيد تشرب الرسول قال لا ضرر ولا ضرار سكن ده بيها ذاك تشرب في المحايا ومالية يمكن الشيخ بزاغ ذاته ما معروف خشمه فيه شنو تف تف بزغ لك انت تشرب ساي والشيخ لما نمرض بمشي المستجفى وده لما نمرض بمشي يشرب المحايا سدي حلوها كيف الشيخ ذاته لما نمرض بمشي المستجفى تقال البراع مات وين بالراحة كذي بالراحة كذي ولا نبز البراع مات وين في ساهرون يعني مات في المستجفى لان لو محايا تذي ومقتنع بها كان شريبه وقعت في محله لكنه ذات عارف الحاصل ملخبتة والله ملخبتة الزول اللي شفتها لخبتها وبلاوي ويمشي المستجفى الشيخ يمشي المستجفى ورقت في العنبر يا دكتور أنا حاسي بي وجع بيجاه وداك عنده وجع بيجاه يمشي يشرب محايته ياخر كبركش ألحق الشيخ في نفس العنبر ذاته أرقت بيجاه وبيجاه قل لانا ويتها في الهوى سوا تاني في شنو تغشي ياختها شايل لبخرة قال برضو يتبخر بيها وكذا الدين سوى بخرة قرآن ده الله نزلوا يتبخروا بيه لعب بالقرآن يا اخي ناس سوا بخرات وناس محايات وناس حجبات لابسين حجاب قال حجاب بتاع سكين حمزة طعنه ده قال لابس حجاب بتاع سكين حمزة رضي الله عنه أنبياء الله قال أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا شنو تقتلون رسول وفريقا تقتلون تقول لي حجاب بتاع سكين وحجاب بتاع رزق وتلقى للظهر ما فطرش شيخ ذاته وقال له فطرت بتاع الحجبات الله يقول لك ما ترزقنا لسه وده حق شنو حق رزق خلاص لما نشتغل وانت بعد تترزق اغمع أقولها جماعة والرزق بالحجبات كفار دي لبرزقهم منه كفار دي لبرزقهم منه وانا أسل الغنيانين بتاع البلد دي لبتاع الحجبات دي لبتاع الحجبات دي لبتاع الحجبات كل في كتاب مبين والنازل استخفوا بعقول الأمة صوفية ديل ما يغشوك ساي ويقول للناس قرآن مخالفين القرآن تماما قال تعالى في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك آمي شزارة الصوفي يقول له ما تدعو غير الله ناصح يقول لك بدعو تقول لك ما لا ينفعك يقول لك الشيخ بن فاع ضد القرآن تماما ضده ولا يضرك لك شيخ دا بنفخك إنت مصران بتنفخ ما لك إنت تنفخ الناس ليه إنت أنت تنفخ ليه أنت بنشر تنفخ المسلمين ليه ويعرفوا للمضرة أنا ما لجيت شيخ شفت فيه خير ما لك يعني إنت لك عليم رب يخوفوك والله صدق الله ويخوفونك بالذين من دونه لك شيخ دا والله يعمل لك حاجة إنت بتدر ليه الأولي الجد قال لك عنهم الكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس إنت بتدر ليه عتودك بقلب حجر أقلب الحجر عتود ديني واحد وشيء لإنت واحد وإنت وكيد بتقلب لكي أنت الصيغة بتاعتك بس حجار إنت وكيد بتقلب لكي تقلب أليه التاني يا أخ والله جابه عتود أنت شغال معارضة تقلبه لكي حجر شوف المضرة دي عالي يا قال الله مضرة وبيعمل وبيسوي وكذا وصلوا درجات بعيدة أنا بديك من بعض الكتب عشان الصوفية دا تقنع منه الليلة تقنع تب بعد تسمع تسجيل دا تقنع منه ما عنده إنشي صوفي تقعد معا طمان طاير سنة ما بديك دين نظيف كده يعلمك ليه ماف أتحدث صوفية من هنا ليه جبال بني شا نقول بس الديني صوفي واحد قال وحدوا الله نادوا الله ما تنادوا الشيوخ لا قاك انت صوفي واحد بس قال ما دعلقوا حجبات لا قاك قال البد الجنة الله بس ماف كباش بد الجنة لا قاك في صوفي بقول كلام زيذا نازل عقيدة تحتنا ورعنا عقيدتنا في الله العظيم سبحانه وتعالى فرق ولا ما فرق ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى من إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وعنما ردنا إلى الله وعن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد يا أخنا إحنا لو قلنا للناس خل شيوخكم ونادي شيوخنا أليزعله لكن خلي شيوخك وخلي شيوخنا ونادي الله ده بيزعل ليه وخلي شيوخنا اتخلي شيوخك وخلي شيوخنا ونادي الله ليه ما الله قاله وتوكل على الحي الذي شنو لا يموت شيوخك ده اللي بموت وشيوخنا بموت والله ما له ما بموت يتوكل عليه ويعتمد عليه سبحانه وتعالى ويتوجه إليه سبحانه وتعالى تاسي وعربية دارت انقلبة ساعة ثلاثة صباحا وبوك الشيخ بيشخر هذه حلوة انتظروا لما نسحى تكون انقلبت والجماعة ذالي اتطفجوا لكن الله قال عن نفسي لا تأخذه شنو سنة نعاس ما في نعاس ما في نعاس ما في يا أم ولا نوم الله مبنم تب مبنم نهاي اتأخذ ادنايم انا اخذ شلفي حلم ولا دا حلوها كيف ذاته اتتنادي فيه وهو بياكل بالشطة امرو قيقى طعمه وبياكل انا احلها كيف داس يعني يخنق ولا يلحقه كيف ولا يغسل يده ولا بيمرو قيقى تدي زلقه ولا كيف ذاته زلقه كيتا معاه يا ناز ناز انتوحيد الله